السلام عليكم ناس الخير خوتي خوتي أنتم على قناة جليل شنال الحياة في فرنسا تحية الناس الخير فيما كنتوا كاتهدون وفيما كنتوا كاتتابعوا الفيديوهات ديالنا أولا أني عارفة بل أنني يعني غيبت لكم أعتذر كيف قلت لكم سابقا فاش كنت كان غيب يعني بعض الأيام ولا أسبوع ولا أسبوعين كنت كان أقول لكم على أنه فعلا فعلا الأشخاص اللي عندهم قناوات اليوتيوب ما خاصش يكون عندهم التزامات أخرى يعني من الأفضل أنهم يكون عندهم يعني مقابلين القناة اليوتيوب ديالهم وقالسين في الضار بحيث أنه فاشيكون عندك اتزامات أخرى كيكون صعيب باش أنك يتوفقي بين الأمرين ولكن الحمد لله كنحاول أنني دائما إن كن متواجدة على القناة هذا الفيديو هذا غدي يكون فيه مجموعة ديالأخبار اللي كتهمكم غدي نشوفوا كل ما يخص شهر ديسمبر مني كنقول كل ما يخص شهر ديسمبر يعني جميع الأخبار اللي كتخصكم ومجميع المساعدات وجميع مثلا الأشياء اللي غدي تكونوا متلا غدي تصلوا بيها وللأشياء اللي تكونوا خاصكم تسجلوا وغدي تصلوا بها غدي نقول لكم العنوين هكذا باش تعرفوا أشنو هي التفاصيل اللي غدي تتبعوها منظن أنكو سمعتوا خبر إنقطع الكهرباء غدي نشوفو هالفعل غدي نقطع الكهرباء في هذا الفيديو غدي نشوفو التفاصيل وغدي نشوفو حتى إذا كان غدي نقطع الكهرباء علش الحكومة ديرها التحضير نفسي للمواطنين وعلي اصلا فرنسا سنقاطع فيها الكهرباء مثلا وما كانش في اسبانيا ولا فلالمان ولا فولندا يعني علاش هما هاد الدول هادو مقالوش يعني للمواطنين ديالهم غدي نقاطع الكهرباء وخصوصا هنا بفرنسا غدي تعارفوا بالتفصيل اشنو كان وكذلك غدي نشوفوا من خلال هاد الفيديو من خلال شك الطاقة كان جوج دياللي شكل اللي غدي ترسله اخر ديسمبر كان واحد الشكل هو اكسبسيونال اللي غدي ترسله وكذلك كان واحد الشكل خاص تسجيل من اجله من اجل التوصل به وهو ما الناس اللي كيستعملوا الخشب كذلك من ابين الاخبار غدي نشوفوا على انه هل فعلا لكونسلتاسيون عند الطبيب ديالكم خاصكم تبقى تخلصوا خمسين اورو بدل خمسة وعشرين اورو وهذا هو المشكل اللي كان حاليا وغدي نشوفوا كذلك التفاصيل ومن بين الاخبار غدي نشوفوا كذلك على انه بالنسبة للمساعدة ديال بخيم دونوال واللي هي معروفة واللي تبدأ ترسل من 15 ديسمبر غدي نشوفوا شكون يستفد منها وشكون ما يستفدش منها والقيمة ديالها بالنسبة للأوصل وكذلك غدي نشوفوا بالنسبة للمساعدة ديال اكسيون لوجمون اللي كنت هادي درتها معاكم من قبل ولكن جا لوقت ديالها بما انه رحنا في اخر السنة يعني شهر ديسمبر غدي نشوفوا جميع الاشياء اللي غدي تقدر تكون وجميع التغييرات وجميع الاستفادات اللي تقدر تستفدو منها بالنسبة لأكسيون لوجمون اللي قلنا انها تبدأ كذلك في 12 ديسمبر شوفوا معنا التفاصيل جميع الاخبار هكذا باشتعارفوا اشكاين نبدأ معاكم بالنسبة للخبر ديال فرنسا على انه غدي نقاطع فيها الكهرباء هو فعلا هادو الخبر كعين ولكن فقط الشي يبدأ على انه غدي يبدأ من شهر الجاي اللي هو شهر يناير ولكن اصلا علاش فرنسا يعني وقعت في هاد المشكل كتعارفوا على انه فرنسا عندها مجموعة ديال المصانع ديال النوكلياخ اللي هو واحد المادة اللي يقدروا انهم يعني تزود المواطنين ديالها بالطاقة ولكن جات واحد الفطراء ديال الحكومة على انه قالت هادوك المصانع ديال النوكلياخ بما انه عندهم ايجابيات ولكن عندهم سلبيات غادي اننا نحبسهم حبسهم منين نحبسهم يعني كان يعني حاليا فرنسا وقعت في هاداك المشكل بحيث انه دبافش حتاجت هادوك المصانع ديال هادية النوكلياخ لقاتهم انهم يعني حبسين هنا فرنسا اشنو كتطر كتطر على انه تسطلب من دول اخرى باش انه يكون عندها التزود بالطاقة ولكن اللي هو حاليا وعلى حسب ما قاله اوليفيا فيرون واللي هو دابع حاليا متحدد باسم الحكومة الفرنسية واللي كنا نعرفه سابقا كان وزير ديال الصحة اللي قال على انه غادي سنو دخول شهر انتاء يناير من خلال بعض المؤشرات ولا بعض المعطايا تقشنوها باش نعرفو واش غادي قدروا يقطعو الدوء ولا لا قال خاص اولا شوفوا باش غادي تكون درجة البرودة بزاف قال اذا كانت درجة البرودة بزاف هذا يعني انهم المواطنين غادي ستعملوا يعني التسخين ولا الشوفاج ولا يعني في المانزي ديالهم يعني بكترة قال اولا هاد المؤشر خاصنا نعرفوه قال كذلك خاصنا نعرفو متانا واش غادي يكونوا الرياح ولا ما يكونوا ش الرياح راكوا عارفين بحيث انه هادوك اللي اوليان هادوك اللي كيكونوا يعني نظرنا غادي نخللكم هنا الصورة باش تفهم كذلك هادو كيساعدوا في تزويد طاقة الكهربائية يعني خاص يكونوا بعض المؤشرات ولا بعض المعطايات اللي كيخليوا باش يشوفوا واش المواطنين غادي يستهلكوا في هاد الفترة اصلا اضو بزاف اذا كان ده كذلك يعني اذا كان كذلك غادي يستعملوا يعني الكهرباء بزاف في ديور ديالهم باش انهم يسخنوا بطبيعة الحال هنا يا غادي يجي الامر على انه خاص نقطعوا بعض المناطق ولكن ما بغيتش نقول لكم هنا ماشي باش تخوفوا بطبيعة الحال تماما تماما بحيث انه القطاع الكهرباء نضم جميع المهاجرين اللي جينا من الطبقة المتوسطة عشنا في بلدنا انه كانت كانت نقطع كننا كنديرو الشمع يعني والامور كانت عادية ولكن فكاية تكون في واحد المرحلة فاش كنولفوا على اننا كنعيشوا واحد الحياة ديال اللي كنفور فاش كيقولونا متنا نقطع واش حاجة كي يجينادك شي واحد الاحساس اللي هو غريب وبنادم كي يبانيكي بالعكس ما تخفو حتى من شي حاجة الامور غادي تدوز عادية لانه الحكومة اصلا راحة غادي تدير المجهود ديالها باش ما يكون هادش حتى اذا كان يكون ولكن لا يتكرر هنا اشنو غادي يكون غادي المحافظة اللي هي بحن نقوله لا بخافيكتور غادي تتعاون مع البلديات علاش باش عارفوا اشنو هما لسكتور ليقدروا ربما انهم يقطعوا فيهم الضو هذا هو مكاين ليقدر انه نعطيكم يقدر واحد الكاغتي تقطع فيه الضو الكاغتي اللي احدا كما تقطعوش فيه الضو بحيث انه غادي يشوفه ربما يكون غادي كاغتي ربما يكون غادي 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 ربما تكون محافظة كاملة ربما ما تكونش مدينة كاملة هادش اللي قلت لكم على حسب غادي يشوفوه بعض لازون اللي كيكون فيها استعمال الكهرباء بقطرة. لكن هناك بعض الأماكنين اللي هو حساسة جداً واللي لا يمكن بيش قطعوه فيه الكهرباء. مثلاً وعلى حسب الأخبار على أنه مثلاً المستشفىية يعني واحدة المكان الذي هو حساس جداً ميقدروش يقطعو فيه الكهرباء وكذلك مثلاً الأماكن دي البونبية وكذلك أماكن دي الشرطة يعني بعض الإدارات كذلكاً اللي ميقدروش يقطعو فيها الضو. هنا فقط اللي بغيت نقول لكم رسالة وهو انه ما تنخلعوش وما تخافوش فعلا هما قالوا اذا تقطع الضوء كذلك غادي بعض يعني كذلك يعني غادي ما يكونش الانترنت في بعض التوقيتات وغادي نقولكم هاته التوقيت شنه هو ولكن هاته التوقيت هاده على حسب كذلك لزوبراتور اللي غادي كذلك اقطعوا عليهم ضوحيتك تعارفوا كانت بزاف جال لزوبراتور اللي يعني كل واحد مع من مأبوني يعني الامر يتعلق على انه غادي يكون اربما راي الحكومة كتقول او ربما ولكن حتى اذا كان ذاك شي غادي يحاولوا على انه ما يكونش ولكن ما غاديش يكون بواحد طريقة منظم اللي هي تكون مخيفة هاتش اللي بغيت نقول لكم والخابر اللي كان اصلا بش يكون هنالك استعداد نفسي توقيت غادي يكون كذلك من ثمانية صباح للوحدة بمعنى ماشي من ثمانية الوحدة دي غاكتمون لا يعني من ثمانية الوحدة غادي يختاروا واحد ججد سوائي ججد سوائي لي يقدر يكون فيها انقاطح اختاروا هاته هاته لانه في هاته 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 يكون فيها استعمال يعني الطاقة بزاف وكذلك يكون حتى الناس خارج البيوت ديالهم يعني كالي كامشي يخدام كالي كامشي يقضي كالي كامشي يمهم كل واحد وشنو كيدير وكذلك اختاروا التوقيت متع الماساء لي يكون استدلع شي احتال 3 مانية يعني 2 18 او 20 او كذلك فات التوقيت هاته اللي اختاروا انه ربما يقطعوا جد سويا. والمكان الذي سيقوم بها مثل هذا الكارتي سيقوم بها اليوم لا سيقوم بها إلا سيقوم بمكان آخر. هنا بكل الأمور التي هي ببساطة لكي لا تنخلعوه لأن الناس لديهم ديفوبيا الذين ينخلعوه لكي تسمعوا الانترنت سيقوم بتنقطع هذا هو الذي يقوم بها وهذا هو سبب المشكلة في فرنسا اللي وقع فيه حاليا. سوف نذهب معكم بالنسبة للخبر الثاني. سوف نرى بالنسبة للأطباء الأطباء اللي هما الجنراليست اللي كتمشيوا أنهم مهمتدوزوا عنهم طبيبك الخاص الجنراليست. بغين على أنه يعني سعر السعر 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 الفحص بدل ما يكون 25 أورو يكون 50 أورو. لماذا؟ قال لك لأنه يعطيه وقت للمريض. قال لك في الحقيقة فش نبغي ونعطيه وقت للمريض على الأقل 10 دقيق ولا أكثر من 10 دقيق هذه 25 أورو سوف نأخذ منها غير 9 أورو الباقي يمشي للإشارج ويمشي للإزامبو. هما بغوا باش أنه يكون لإشارة 50 أورو. قال لك باش على الأقل الطبيب يستفد 18 أورو والباقي يمشي للإشارج ويمشي للإشارج ولكن هاد الشيء للأطباء راهم بغيينه واللي راهم يزيروا الحكومة باش أنه يكون هذا الأمر هذا تكون لك بخمسين أورو. هو فعلا غالي. ولكن غادي نشوف الحكومة في 26 ديسمبر بغيين أنهم يدروا إضراب. نمشي معكم بالنسبة للشكل الطاقة هذا الشكل الطاقة الإكسبسيوني أو الاستثنائي الذي سيبغي الحكومة تكلمت عليه في آخر السنة والذي قاله سيكون ما بين مائة أورو وما بين مائة أورو. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم الدخل السنوي ديميل أورو وويسون أقل من ديميل أورو وويسون سيأخذون مائة أورو. والناس الذين لديهم ما بين ديميل وويسون حتى الـ 7400 يأخذون مائة أورو. هذا في شكل استثنائي. أما بالنسبة للناس الذين يستعملوا يعني الخشب كطاقة للتدفئة هذا الأشخاص الذين يستعملوا يعني الخشب الحكومة تقول لهم على أنه ابتداء من 22 ديسمبر تقدروا أن تسجلوا نفسكم فهذه في البلاتفورم شاكينرجي.غوف.fr هذا هو مكاين وباختصار. نمشي معكم بالنسبة للخبر و كذلك و اللي اعتبرتم هو который يبدأ يرسلها من 15 ديسمبر. هاذا عن القائمة لما يستعمل منها و إستعملها و أعتبرونTE لنا على أنه كائن التي يستعمل منها هم ثلاثة ذيال يعني الناس سواء من تسجيل في الأغاثة سواء من تسجيل في الأأساس سواء من تسجيل في الأاواء سنقول لكم. بالنسبة للأغساء ركو عارفينها يعني كل شي عارفها. بالنسبة للأساساس هي الوكاسيون سوليداريتي سبيسيفيك هم الناس اللي كمل لهم الشوماج على الاخير يعني كمل لهم الشوماج أو بولون بلوا كتقول لهم على انهو غادي نزيد لكم ما يسمى الأساساس وكذلك كتكون بشوروت وتشوفوا مع بولون بلوا وكذلك بنسبة للناس اللي عندهم الوكاسيون إكيفالون غوتغات. هناش كل يرسل هاد الحالة هذه الحالة ترسل من اللاكاف وتПрسل من الاكاف. او ترسل من بولون بلوا بالنسبة للبولون بلوا. طبيع التالي اللي راه مع دور مرتظوaye ترك discoveryات والنسبة للمن將ه مع الاكاف collins still in the عمل مركوب. وعوسو ب بنسبة لهاначي ما يمكن كالك استفاد الاستخدام منها. كذلك بالنسبة للناس اللي يficinin الناس الي قس بلا ا hectا سأكون الآن اهل الاهل وهو ألوكاسيون غوتوغال امبلواء يعني ركوتو الشوماج اللي يقولون ان انا فيلغتغات خاسكم تعرفوا بأنه كان السينديكات المشاكلة وهو رسالة للحكومة وقالو لها خاصكم تعطيها حتى الهدى الاشخاصين الهل الاهل الهدى غوتغات يعني ما تعطيهها غير لهذه الفئة هذه ولكن الحكومة ما رفضت هذا الامر هذا يعني ما هو الهل الذي يستفدو الناس لديهم الاسس الناس لديهم الارسا والناس لديهم الار والتي هي الالوكاسيون اكيوالون اشنو هي القيمة الابخيم دونوال ولكن هنا يبقوا معايا حيث غادي نقول لكم بالنسبة للناس اللي ساكنين كذلك في الفالدومارن كينا واحد الامر يبقوا معايا هكذا باش تحرفوا شنو التفاصيل غادي نقول لكم بالنسبة كذلك الناس اللي مثلا كوبل وثلاثة ديال الوليدات كياخدوا ما قيمته هو 381 اورو بالنسبة لونبرسون سول مع تلاته ديال الوليدات كياخدوا 335 اورو بالنسبة لونبرسون سول مع انفن سول يعني الطفل يعني بينما سول مع الطفل واحد 228 اورو وبالنسبة لونبرسون مع انهمش لولاد 228 اورو نظن انني هنا يعني شرحت لكم بالنسبة للابخيم دونوال يعني شكون غادي يرسلها و شكون غادي يستفيد منها وماذا هم الذين لا يستفتشون منها؟ نقول لكم الناس الـ A-A-H والغوتخات والـ A-E-R يعني اللي قد قلوا لي وإحنا عنا يعني ما زال ما كان شي تغير في هذا الأمر واللي هي لاباس ديالها يعني لاباس ديال القيمة ديالها الأصلية إذا كان غير شخص واحد راك ياخد منها 152 أورو هنا واحد الأمر اللي بغت نقول لكم على أنه بالنسبة للجهة ديال فالدو ماغن يعني كنت كان نشوف ولقيت على أنه بالنسبة للجهة ديال فالدو ماغن بالنسبة للناس مثلا اللي كتكونوا مامسجلينش في بالنسبة للناس اللي كتكونوا مكتخلصوش ضريبة يعني فوزات نو امبوزاب الناس اللي ما كتكونوا مكتخلصوش الضريبة والناس اللي مثلا ما كتستفدوش من من البخيم ديال ما كتستفدوش منها ولكن بغيين حتنتوا ما شي حاجة اللي ربما ما بين 30 أورو حتا 60 أورو واللي تقدرو أنكوا تشوفوا في الدبارة الموديلكم حيث أنا دخلت شفت كاينة في الدبارة الماغن واللي هي واحد الفورمولاغ واللي كتتلشارجوها وكترسلوها وغادي نخلي لكم لليان ديال هاد الخابر هادا كامل بالنسبة للناس اللي سيكونوا في الدبارة الماغن اللي خليه لكم اسفل الفيديو وهكذا باش تتلشارجو الفورمولاغ وترسلوها باش تشوفوا إذا كانوا أنه من ناسبكم واحد الشاك ديال من 30 أورو حتا 60 أورو يعني خاصكم أنتو ما تدروا الانسكريبسيون وطلاب ولكن قبل 31 ديسمبر قبل 31 ديسمبر بالنسبة للناس الآخرين اللي قد تشوفوا على حساب الدبارة الماغن دخلوا غير الانترنت وقلبوا وتشوفوا إذا كانت الدبارة الماغن حيث أنتو ما داري لكم حالات الشاك صليدار واللي هو كاين تقدرو انكوا تتلشارجو الفورمولاغ والرسلو لهم ده بقد مشي معاكم الآخر خبر بالنسبة المساعدة اللي قد تصل إلى 600 أورو واللي تكلمين عليها من قبل وهي هي الأكسيون لجمو واللي جاء كذلك الوقت ديالها بالنسبة لهذه المساعدة هذي واللي تبدأ ابتداء من 12 ديسمبر واللي بنا على أنه عندها شروط الشروط ديالها خسكن تكون من سكان الأشعلام يعني تكون كاري ومن الشروط ديالها كذلك سواء كنت خدام ولا مخدامش ومن الشروط ديالها على أنه بالنسبة كتكون زادت عندكم اللي شارج يعني شفتوا في الفكتورة ديالكم أنكو كتخلصوا 100 أورو دي بلوس في اللي شارج ديالكم في الشهر أو أنكو كذلك في 12 شهر السابقة خلصتوا على ما هو قدروه 100 أورو زيادة في اللي شارج أبا إذا كنتو غادي تديروا 100 أورو زيادة كل شهر را عندكم في اللي شارج يعني را غادي تجيلكم 100 أورو في العام كذلك من بين الشروط كذلك من بين الشروط ديالها على أنه يبقى لكم في النهار يبقى لكم في النهار لكل شخص يعني ما قدره كانزوغو إذا قلنا ما قدره كانزوغو غادي تضربو 15 في 30 يوم غادي تبقى لكم 1.450 أورو يعني القدر اللي يبقى لكم ديال المعيشة باش تكمله به الشهر هي ديك 450 أورو راكاين اللي قل من 450 أورو باش تبقالو هنا كاتبين على أنه يكون كانزوغو لكل شخص في النهار اللي كاتب قالو يعني كاتب قالو باش يقدر أنه يصرف بها على أنه إذا كان فيكم هات الشروط عادي تقدروا تتصلوا بل بايوغ ديالكم يعني اللي راكو كارين معاهم كل واحده معا من راه كارين بطبيعة الحل بايوغ دياله تصلوا بهم وتشوفوا هل هادل بايوغ أصلاً مشارك مع صولي أول صولي أول هي واحدة الورغانيزاسيون لي كذلك اكسيون لجمو معاها دخلا معاها تشوفوا هش البايوغ ديالكم حتا هو دخل معاها إذا كان كذلك غادي البايوغ ديالكم يكون على العين بهاد المساعدة اللي قد تصل إلى ستمية أورو لهاد الناس هادو اللي هما لوكاتير بطبيعة الحال واللي هما عندهم هاد ليشارج زايدين اكسيون لجمو كتقوم بهاد المساعدة لكم حاجة أخرى بغيت نقولها لكم وهو أنه بالنسبة ل 14 ديسمبر 14 ديسمبر 14 ديسمبر بالنسبة للناس اللي درتو الدكلاغاتيون ديال ديالكم ولكن كان شي حاجة اللي بغيتو تديروها وليش حاجة بغيتو تصحوها وليش حاجة بغيتو تديروها تقدرو أنكو عندكم إلى غاية إلى غاية 14 ديسمبر باش أنكو تغيكتفيو يعني هاداك الدكلاغاتيون ديال الزامبو هادو هما الأخبار اللي جيت بهم هادو هما التغييرات اللي جيت بهم بخصوص هذا الفيديو هادا شكرا لكم ناس الخير دائما دائما راه التعليقات ديالكم هي اللي كتحفزني كذلك بطبيعة الحال واللايكات ديالكم هي اللي كتحفزني وكتخليني على أنني وخا كان غيب كان غيب ولكن كان أرجع وسمحوا لي بزيف لأني عارفة أنه الكثير منكم اللي كترسوا لي في انستغرام وما قدرتش أنني ندخل جاوب الكثير منكم كذلك اللي كتقولوا لي في المشيتي فين غبرتي شكرا لكم ناس الخير نشوفكم مشاع الله في فيديو قادم بسلام عليكم موسيقى موسيقى